اشتركوا في القناة 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 سريع جدا مشان الشكل سيكون كده الان هحطوا على السطح اللي وريتكم ولا احركوا ولا افردوا خليه على الشكل اللي هو عشان انا ابغى قطع لكن ما هي متساوية هنا شكل الكرمل بعد ما حطيت البوكربونات وصبيته على السطح هذا على ورقة الزبدة ما تحركي نهائيا ولا تفردي احنا نبغى كذا خليه يبرد تماما عشان بعدين لما نكسره تكون قطع شي كبير شي صغير وهذا المطلوب نزين بي وجه الكافي هذا الكرمل بعد ما تركته يبرد تماما بسهولة يتكسر معك مجرد انك ما تحط السكينة كذا انه هش من جوه هش يتكسر بسهولة تحطيه على وجه الكافي تحطيه زيني بوكيت حربيات جدا سهل ترفعيه في علبة وتستخدميه في اكثر من استخدامه طعمه لذيذ يعني هتاكلية ومقرمش ومجرد ما تحطيه على وجه الكافي حيبدأ هو يذوب يلا الآن ننتقل للكافي نبدأ في تطبيق الخطوات هنا عندي حطيت في الكاشة تقديم ثلج الكافي اللي قلت لكم عليه خلاص برد وأخذ نكهة الهيل هاشيل الهيل منه مجرد اني أبغى نكه ما أبغايكم موجود في الكوب طيب طبعا قلت لكم اختياري الهيل طيب الآن هاصبه على الثلج وراح اضيف الحليب البارد هازين قطع التوفي كذا خلاص بانشلاتين انتهى حط زينتوا بالقطع التوفي كراميل جربوه هيعجبكم وعلينا وعليكم بألف عافية ترجمة نانسي قنقر